مع المطلق نسافر بالقلوب ونسلك خلفه خير الدروب أحاديثاً تهوز الروح شوقاً ويغسل غيثها أثر الدنوب ويغسل غيثها أثر الدنوب بمجلسه يصافحنا الضياء وتغشان السكينة والسناء أحاديث بها الأرواح تحيا تسبح في شروق أو غروبي مع المطلق نسافر بالقلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله أبنائي الطلاب إخواني مشاهدي قناة المجد الفضائية أتحدث إليكم بهذا اللقاء المبارك عن آداب الحوار والخلاف والنصيح هل يستغني أحد عن الحوار؟ لا يستغني أحد الحوار طريق للإقناع وطريق لبيان الحال وطريق لدفع التهمة وغير ذلك من الأغراض فالمؤمن يحتاج إلى الحوار والحوار مذكور في القرآن الكريم مذكور في سورة ماذا قال الله في سورة قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فهذا الإنسان احتاج إلى الحوار في مثل هذا الأمر وما أكثر ما نحتاج إلى الحوار بعض الناس الآن يظن أن الحوار فقط إنما هو بين أهل الأديان أو بين أهل المذاهب المختلفة لا أبدا في حوار بين الأبناء ووالدهم بين الرجل وزوجته بين الجيران لأن الحوار محادثة الهدف منها إظهار معلومة أو تخطئة معلومة منتشرة أو توضيح موقف فالحوار يعني ما يحتاج إلى ما يستغني عنها أحد لا يستغني عن أحد الذي نريد أن نقوله لأهل الحوار وللناس الذين يعيشون في الحوار وهم لا يفكرون أنهم يحاورون نقول لهم أولا يضع الإنسان نصب عينيه هدف الحوار يعني أنا أذهب الآن مع جاري ونتحاور أو مع زميلي أو وش الهدف؟ لأن الإنسان إذا وضع له هدف شار إليه وبذل جهده في تحقيقه نعم واحد من الإخوان يقول خطب أختي رجل صالح شاب صالح ولها زميلات لسنا من الصالحات قال فكنا يحذرنا لا تزوجين دي لا تبين مطوع إيه عقدت ويه بهذلت ومدر ويه قال علمت أنا عن هذا من طريق الوالدة فقلت سنطيل أمد الحوار حتى نصل إن شاء الله إلى الإقراء قال جلست عدة جارس يا أنا يا أختي كذا وأنا والله حارس على مصلحة وأقنعيني لماذا ترفضينه أنا لا أطلب جواب منك الآن أنا أقول بكرة أو بعد بكرة تقنعيني لماذا ترفضين الزواج من هذا الشاب الصالح قال فتأتي غدا أو بعد غدا عندها أعذار قال فأناقشها فيها واحد واحد تحاوف باللين بالرفق وأذكر لها كما ذكر الأنبياء وأنا لكم ناصح أمين أذكر لها بأنني حريص على مصلحتها أذكر لها بأنني أحبها وحريص على مستقبلها أكثر من زميلاتها أذكر لها من التجارب الواقعة قال الحمد لله جلست مدة وبعدين أختي يعني وصلت وياها إلى محطة الإقناع وقبلت بهذا الشاب وتزوجت واغتبطت وكانت تدعو لي دائما قال كانت تدعو لي قالت والله يا أخي إنني كنت وأضعت في قاموس لان أتزوج المتدين عندنا يسمونه مطوع ها لان أتزوج مطوع لأنهم يقولوا كذا وكذا وكذا قال فلما تزوجت الحمد لله وجدت رجل يحافظ على بيته وجدت رجل يحسن أخلاقه وجدت رجل يعني رأيت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فهنا جاءت شيخنا فائدة الحوار وآتى أكله لكن لو فرض عليه هذا الرجل بالقوة لما كان مثل هذا نعم نعم الشيخ جعفر إن ما هذا من متخصص السنة ومن طلبة العلم ويدرس جامعة المجسعود وهو جزائري جزاه الله خير من الإخوة الطيبين طيب عندكم شيء قبل أن ها أقول أسلوب الحوار أيضا مثل ما تفضلتم يكون معه اللين والرفق نعم نعم رب العالمين يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال لما صلى الله سبحانه وتعالى رسوله موسى عليه السلام وأخوه هارون إلى إلى فرعون نعم وقولا لينا وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذا دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرفق ما دخل شيء إلا ونازع من شيء إلا إلا شان إن الله لا يعطي الحديث ثاني إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على على العنف فالمحاور دائما يحب يحب أن يكون الشسمة حواره هادئ وأن يصل إلى الحق سواء من طريقه أو من طريق غيره يروى على الشافعي الإمام المعروف يقول ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه لأن الشافعي يجري المناظرة وهو لا يريد الغلبة يريد الحق نعم ففرق بين من يحاور ويريد الغلبة ومن يحاور ويريد ظهور الحق فالإمام الشافعي يقول ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أجري الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته ويقول غزالي أن يكون المحاور في طلب الحق كناشد ظال لا يفرق بين أن يظهر الحق على يديها وعلى يد غيره اللي يبحث له الآن عن شيء ضايع هو يريد الضائع هذا ما يريد من أين أتى ما عليه يهمه ماذا أن يجد ظالته يهمه أن يجد ظالته وأيضا أحبتي في الله الخلق الحسن يرغب الناس فيك ويسمعهم كلامك نعم ويحبونك ترى المحبة مغرفة لقبول ما عندك إذا أحبوك الناس سمعوا ما عندك وإذا رأوت غليظ جافي ما يسمعون فيه آية تدل على هذا ولو كنت فضل أي فبما رحمتك من الله لنت لهم لنت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لن فضل الشيخ حبد الرحيم الآن في مرحلة الدكتوراه من أفغانستان بارك الله فيك وهو من حفظة القرآن جزاه الله خير عندنا يا أحبابي بارك الله فيكم أخذنا الآن شيئا من آداب الحواء نريد أيضا أن نأخذ شيئا من آداب الخلاف الناس يختلفون يختلفون فأول شيء من آداب الخلاف أن تحترب أراء الأقل ما تريد أن تجبرهم ترى حتى في الدين في الدين قال الله تعالى لا إشراها في الدين حتى لا إشراها في الدين قد تبين الرشد من الغير فلا يجوز يا إخواني أن الإنسان أثناء الخلاف يجبر الناس جبر لا أن تبين الحق وحاول أن تتصر له مع حسن خلق مع حسن خلق وهذا في الغالب يحتاجنا أن يكون الإنسان مخلطا في عمله يجعل آداب في الخلاف عباده يجعل آداب في الخلاف عباده لكن إذا اتبع الهوى وأراد النصره لا يفلح نعم قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله هذه مشكلة مشكلة كبيرة فإذا اتبع الإنسان الهوى وقع في التعصب وإذا وقع في التعصب أوصله إلى الانتصار للنفس حتى أحيانا يعرف الحق ولكنه لا يطيع مثل ما قال الله وجحدوا بها وس تهيقنتها أمفسهم ظلما وعلم هو عارف بس ما يريد ما يريد أن يرجع إلى الحق يريد أن ينتصر أهل الباطل هذه من الأمور الصعبة ولذلك قال الله يؤدب عباده على العدل والإنصاف ولا يجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا هو أقرب بالتقوى ما معنى هذا يا شيخ الشيخ عثمان أو لا الشيخ أبو بكر من أي بلد من بركين فاسوف هذه في أفريقيا بارك الله فيكم طيب الآن قلنا ولا يجر منكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا العدل أقرب للتقوى من الجول ومن ومن الظلم والعدل هو سبيل الإقناع العادل يحمل الناس على أن يقتنعوا على أن يقتنعوا بكلامه ومن أعظم الأشياء في العدل وأثناء القناة أن الإنسان إذا لاح له الحق تبين له الحق يرجع لي ويفتخر به ويفتخر به ولهذا أذر عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كانوا يرجعون للحق أفتى أبو موسى الأشعري بفتوى ثم قال لمن استفتاح اذهب إلى بن عباس اذهب بن مسعود فاسأله فسأله فكان جواب بن مسعود يخط أبو موسى الأشعري فأبو موسى الأشعري فرح ببيان الحق وقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ليه لأن الهدف ما هو ها الهدف بيان الحق والهدف خدمة هذا الدين والإخلاص اللي هو إرادة ما عند الله تعالى واجب وموجود ولو أن الإنسان عرف الحق وتنكر له زاد إثمه ولا لا ها وما قبل منه عمل ولكن إنسان إذا بان له الحق مشى إليه ورأى أن الخير في اتباعه أبو عمر بن خطاب رضي الله عنه كتب إلى قضيها بموسى لا شعري كتابا ذكر فيه قواعد من قواعد القضاء في الإسلام قال رضي الله عنه ولا يمنع أنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم لا ينقضه شيء وإن الرجوع في الحق خير من التمادي في الباطن كلمات على هنور ها يعني إذا وجد الخلاف علينا أن نعود إلى الحق لو ظهر أننا خالفناه لو ظهر أننا خالفناه وجب علينا أن نعود إلى الحق لأن الهدف الذي نسير إليه جميعا ما هو الوصول إلى الحق هل عندكم شيء قبل أن نغادر هذه إلى آداب النصيحة عندنا الأمر الثالث شيء من آداب النصيحة من الآداب المشهورة في النصيحة مراعاة وقت النصح ليس بكل وقت تنصح فيه وفي آية في القرآن تبين هذا ما هي فذكر إن نفعت الذكر لكن أحيانا الذكرى ما تنفع ليش ليش تذكر لا تذكر إذا علمت أن الذكرى ما تنفع لا تذكر ذكر حينما تعلم أنها تنفع أمر بالمعروف والعلم منكر إذا علمت أن ذلك ينفع ثانيا الإسرار بالنصيحة فإن كثير من الناس يعنفون من النصيحة في العلن ولذلك الإمام الشافعي له أبيات مشهورة من إذا الكرام منكم شيخ جعفر نعم مما قاله الشافعي في ذلك تعهدني بنصحك في انفرادي نعم ارفع الصوت اسم تعهدني بنصحك في انفرادي نعم وجنبني النصيحة في الجماعة نعم فإن النصحة فإني فإن النصحة في الإعلان في الإعلان عيب يعني الإنسان لا أرض سماعة لا أرض سماعة فإن خالفتني نعم فإن النصحة بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض سماعة فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة فالنصيحة الإصرار في النصيحة أمر مهم لأن كثير من الناس ما يصبرون أنهم يعترفون بالخطأ لا تجده يعاند ويكابر فلا تعين الشيطان عليه حتى ما قيل في ذلك أن المسلم يمصح ويسطر والفاجر يهتك ويعير صحيح فالنصح مطلوب في هذا مع الستر فذلكم أحبتي في الله من الأشياء المهمة عند النصيحة أن الناصح يذكر الجوانب الإيجابية قبل أن يذكر الجوانب السلبية فهو يمدح الإنسان بما فيه من الخير ثم يبين بتدارك بعض ما قد يصاحب ذلك من خطأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ويقول نعمة تفتح النفس ها لو كان يصلي فقال عبد الله ما تركت الصلاة بعد ذلك انظر كيف أدب النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما اشتهر به النبي صلى الله عليه وسلم في النصح أنه لا يفضح يقول فلان يفعل ما بالوا أقوام يفعلون كذا وكذا وكأنه يقول انتبهوا ها فبدلا ما يقول اه فلان يا فلان يقول ما بالوا أقوام يفعلون كذا وكذلك وكذلك أيضا من الأشياء المهمة في النصيحة التدرج يعني لو الآن في الرجل ما يصلي ويشرب الدقان تجد أن ما عندهم تدرج يقيموا معركة معه فيشرب الدقان ويتركون الصلاة والعد ما عرف الشهر في الصلاة فهمتم لكن الذين عندهم أولويات يبدأ بالصلاة الدخان بعدين الدخان يأتي بعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما بعث معاذا إلى اليمن أقبره بما يفيد الأولويات في الدعوة التدرج في الدعوة قال صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب كان صار نجران ويهود اليمن كان فيه فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك بذلك إذا أطاعوا في ذي انتقل فنعم إن أم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تأخذ من أموالهم من أغنيائهم فترد في فقرائهم هذه تدرج توحيد أولاً ثم مفصلها العبادة اليومية ثم الزكاة العبادة المالية السنوية وكذا ينبغي للدعاة أن يكون عندهم تدرج أنا أذكر امرأة أسلمت من شبه القارة الهندية فكان أول ما قالوا لها خلاص زوجة حرام عليس ما عاد تبقين عندها أبداً ضربوها ضربهم ويتوهم بداقة اليوم في الإسلام وتقول لها زوجة حرام عليس ولا أبداً تفارجين فقلنا لهم يا إخواني أمهلوها خلوا أتسلي وتصوموا عندكم ويدخل إيمان إلى قلب وبعدين مثل هذه الأحكام تأتي بعد ذلك بمدة في نهاية هذا اللقاء أحبة في الله استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته